كثير من الأحيان أسأل عن انتمائي هل انتمائك يعني بعرف نحن نفتخر بأصولنا لنقول أنا مثلا كتفاحة من شجر التفاح بدل أعرف هذا الأصل شجرة التفاح بس أسأل هل أنتم لهذا الدين أو لهذه الأرض أو لقومية سورية أو لقومية عربية دائما بقول وبحس فعليا مش يعني مجرد كلام أنتمائي إلى فكري فعلا بحس أنا أنتمائي إلى فكري لأنه قادرة أكون ديناميكية مع فكري قادرة تحرك معه قادرة حس هاي الهوية اللي أنا بحبها اللي عم تتطور وبقول كمان يعني يمكنك أن تحتكر فكري لكن لا أسمح أن تحتكر فكري فلما بنحكي عن حرية التفكير وإذا بننا نعمل مقياس حقيقتها أو مقياس ماهيتها الجوهرة هل هاي دي عن جد حرية مفكر حر أو حرية بالفكر عم نقول شوي كأن نسمعت الميزان أنه الصح والغلط ما الصح والغلط كمان نسبي صح لمين يمكن يكون صح مبني على أيدولوجية كمان في كتار مفكرين حرين بفترة ما نبغوا كانوا منبوذين أو كانوا ينظر إليهم أنه هني جايين يخربوا هني جايين غلط بعدين تبين أنه صح فهو إذا يعني بنختصرها بالتفكير الأمريكي المبسط think outside the box حاسب حالك انقد حالك نقد يعني شيء جميل جدا وقلنا أكثر من مرة تعريفه أنه كما ينقده الطيره الحبة الخبيثة من الطيب لا يبقى الطيب فنقد نفسنا عدم اللي رح يقدموا الشخص التاني صح أو غلط أو أقل أهمية أو مهم وعطيت مثال مرة أنه حتى لو كنت يعني سألني مدر أنه شو منعمل بتحفيز الوعي حتى لو كنت قاعدة مع شخص مع مرأة تانية من أخذ مثل المرأة أنا دايما بركز على فبدون ما أعرف نسبة الثقافة ثقافتها هي حتى بدون ما أنا كنت أكدي من تقييم ثقافتي بغض النظر عن الشهايد وخبرة الحياة والمعاشرة المثقفين خليني أسمعها لما منسمع بعض أول خطوة عدرب التحفيز أنه نسمع بعض ونتفكر بنفس المشكلة لأنه شو هدف الفكرة الحر إذا ما بدنا نحي المشكل إذا ما بدنا نغرب إلا نحسن بدنا نحي المشكل يعني فهذا يعني بأختصار اللي كنت أريد أن أقوله إذا ما بدنا نحسن إذا ما بدنا نحسن